روح للرجال رجالة قرة طائرة مبارح شفنا على شاشة قناة النادي الاهلي مباراة النادي الاهلي وبتروجيت واتطمننا كتير على الفرقة واداءها واتطمننا بالاخص على اتنين محترفين لويجي واللاعب طبعا الكوبي يوندر اللي كانت اول مشاركة ليه ومهم الاتنين طب اتقول لي يا كابتل لان لويجي كان مصاب في انكر رجله ودي اول مباراة ليه لانه غاب شهر عن التدريبات والاشتراك في المباراة ودي كتأول مشاركة ليه بالرغم من وصول بطاقته الدولية منذ فترة ولكن بالنسبة ليوندر لان يوندر مضى متأخرا عن لويجي فالبطاقة الدولية جات له منذ ايام قليلة يعني اليومين ثلاثة فالنهار دا مباراة كانت اول مباراة طبعا لقطات من مباراة 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 لتابعناها على شاشة قناة النادي الاهلي واللي كانت من الصالة الرئاسية او صالة الامير عبدالله الفصل بمقار النادي الاهلي بالجزيرة واللي اتلعبت امباراة الساعة السادسة امباراة مباراة متروجيت اللي بتحدثكم بتشوفوها اللي ما شافهاش معانا امباراة خلصت 3-0 وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي 25-19 25-17 25-16 3-0 مكسب الفرق امباراة انه كابتن محمد مصلحي عمل روتيشن على كل اللعبين الاربع لعيبة مركز 3 لعبه المركز 2-4 البروهات كله لعب على فكرة كابتن محمد اللقاني مدير منتخب مصر السابق ونادي الزمالك هو المدير الفني لفريق بتروجيت يعني جهاز فني على اعلى مستوى طبعا طول عمر بتروجيت من الخمسة الستة الكبار فاذا كانت مباراة مهمة فوزنا مباراة كان مهم هنلعب ان شاء الله المباراة القادمة مع الترسانة مجموعتنا مين عشان حداكم تبعارفين مجموعتنا بنها مصر البترول الترسانة اسكندرية البترول بتروجيت المنافسة هكون بين الاهلي بتروجيت والترسانة نقاس في المباراة الجاي هنلعب مع بنها المباراة القادمة هنلعب مع بنها ليه انا قلت الترسانة ان هو بتروجيت كان بتلعب الترسانة المباراة اللي فاتت وبالمناسبة الترسانة كسبت بتروجيت فيه مفاجأة كسبتها تلاتة واحد في نتيجة الحقيقة كبيرة ولكن ارجع واقول احنا لسه بدري لسه الفرقة كلها مدوصلتش للطف فورم بتاعها ولكن كابتن محمد مصير حميدو مركز ومبارح ديوفي اللي كانوا مشرفيني سواء كابتن نادر نبير او كابتن كريم جمعة وضحوا لي ان كابتن محمد مصير حميدو معلل حمل بشكل كبير جدا ومش همه ان فيه مطشط دلوقتي على اساس ان هذه المباراة ليست بالحمل الكبير على اللاعبين فلازم يعلي الاحمال عشان يعظم الاستفادة من المباراة انت رايح على المباراة مجهد فاذا بيعظم الاستفادة من هذه المباراة كل التوفير لكابتن محمد مصير حميدو واللعبين ان شاء الله نحن بنتصور ونتوقع خليكم فاكرين كلمة ان شاء الله دوري وكأس السنادي بإذن الرحمن من نصيب النادي الاهلي والكل مكتد نصيب